تستمر ميليشيا الحوثي في استخدام ميناء الحديدة بطريقة غير قانونية لتضاعف معاناة الشعب اليمني حيث أنها وخلال ثلاث سنوات من انقلابها على الدولة وسلطرتها على الميناء وهي تكرس جهودها لإعاقة إيصال المساعدة الإنسانية والسهدة في السفن الإغاثية والتجارية الحكومة بشكل متكررين تدين هذه الأعمال وتدعو المجتمع الدولي للضغط على الميليشيا لتسهيل دخول المشتقات النفطية والمواد والسلع التجارية والمعونات آخر هذه الإدانة كانت على لسان رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح بعد أن منعت الميليشيا إفراغ نحو 12 طن من الديزل و 85 ألف من البترول رغم السماح بدخولها من قيادات التحالف مسؤولون في الحكومة والتحالف العربي كانوا قد أدانوا في وقت سابق احتجاز ميليشيا الحوثي أكثر من 19 سفينة محملة بالمشتقات النفطية في ميناء الحديدة منذ أكثر من شهر رغم عدم وجود أي سفن في الميناء في الوقت الراهن الدعوات المشتركة للحكومة الشرعية والتحالف للمجتمع الدولي بالإشراف على الميناء لم تلقى استجابة الأمر الذي جعل الميناء إحدى الوسائل التي تقومه الميليشيا من خلالها بتهريب الأسلحة إلى الداخل وابتزاز التجار بحسب تصريحات رسمية هذا الجمود في تحييد الميناء ومحاولة استخدامه للأغراض التجارية والإنسانية يعقد من التواصل إلى حل يضمن وصول المساعدات والسلع التجارية للتخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة ترجمة نانسي قنقر